السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوات اخواني كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة ان شاء الله اليوم جاء بكم فيديو كمان ظريف ومثل ما بيقولوا فشة خلق يعني بصراحة لكل المسلمين بسبب تتذكروا اخر فترة الانتقادات اللي اجت من ماكرون حول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالاضافة اساته للإسلام وتحريده على كره الإسلام وبنفس الوقت كان عم يوصل فكرة للناس انه يعني ولا يازي ولا انه سيدنا محمد انه هو شخصية ما لا مثل ما عم ينحق عنها وبالاضافة انه الصور اللي نرسمت يعني كل الناس شافت وعرفت شو الانتقادات اللي انتقدها ماكرون بآخر فترة رب العالمين سبحان الله يوم هيب ولا يوم يعني رب العالمين بعت له كما بيقولوا فركة اذن صغيرة يعني تمام انه هيك نكشة صغيرة من عند رب العالمين والله بعت له حدا منه نوفيهم سلخوا كف مرتب ما رح ينسى طول حياته يعني هذا الكف اللي اكله انا مظن انه ما رح ينسى طول حياته تفرجوا شو صار تفرجوا تفرجوا كيف بنتحمس وجاية عم يسلم على الناس ترى اتفاجأ بكف ما رح ينسى بحياته الله اكبر يعني بصراحة رب العالمين كبير كبير والله من متل ما شفته هذا الموضوع يعني بصراحة انا برأي انه بيستاهله يعني يستاهل هذا الشي اللي صار ما عم يقولوا انه هذا الشخص اللي ضربوا انه قال هو كان شخصية غريبة جدا قال وعنده صفحة على الفيسبوك وبيعمل شغلات غريبة عنده على يعني مثل انه صار يقولوا يعني انه طلعوا مجنون او طلعوا لمنتمي لا الاسلاميون او لانه فيقولوا صور هو حامل السيف والفيسبوك فكل شغلة سبحان الله يعني كل شغلة عم بتصير وكل قصة بتصير كل واحد بيعتدي على حدا فورا بيطلع بيقولك انه هذا منتمي الى الاسلاميون يعني سبحان الله اد ما عم يحاولوا يعملوا ويساووا ضد الاسلام ما عم يطلع بيدي هون شي ولا عم يطلع بامر هون شي الله اكبر منهم كلهم ورب العالمين هو اللي بيعز الاسلام والمسلمين بإذن الله هذا كان فيديو تبعي لليوم اتمنى اكون اه قدمت لكم شي يعجبكم ولا تنسونا من التعليقات الحلوة وعطونا رأيكم بهذا الشي اللي شفتوه تمام متشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا